على رأس قائمة المطالب المهمة تسم كاركوك والمناطق المتنازع عليها ضمن الطلب الرسمي الذي قدامه رئيس اقليم كردستان الى الامم المتحدة لحلول دولية في حل الملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل على ما يبدو ان بغداد ليس لها علم مسبق بتوجيه هذا الطلب ما شكل مفاجأة عند طيف واسع من الاوساط السياسية في العراق المفاجأة جاءت بعد وجود تقدم في مسألة حصم عدد من الخلافات التي جرت في الاوينة الاخيرة حكومة بغداد لا تعارض جهود الامم المتحدة في حل القضايا الداخلية با لم يتعارض الامر مع الدستور والقانون لكن وجهة نظر اخرى ترجح ان وصول ملف الخلافات الى خارج حدود العراق سيفاقم من تعقيد الاجراءات السعية الى حل الازمة البرزاني وجه الى الامين العام وخمسة عشرة دولة من اعضاء مجلس الامن الدولي لاجاد حلول بتطبيق المادة 140 من الدستور وهي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها اضافة الى ملف الموازنة وتقاسم ثروات طبيعية وتحسين احوال النازحين والمخيمات في الاقليم الطلب بحد ذاته يرى مراقبون انه لا يعد شكوى ضد بغداد بقدر ما يمثل رؤية حكومة الاقليم بشأن تعطيل حسم الملفات العالقة حتى اليوم في المحصلة يكتب العنوان العريض على ان سعي الاقليم لا حل الخلافات ما هو الا تطبيق لمعادلة ايقاف التدخلات السياسية واتخاذ قرار حازم ينهي ما قد يعرقل طريق بغداد واربيل نحو الافضل لاجل مصلحة العراقي نكفة السراع